وصول بعثة النادي الاهلي الى الكاميرون خلينا نشوف وصول بعثة النادي الاهلي الى الكاميرون في المطار وده طبعا اعتقد ده منذ قليل يا شبابة تمام وطبعا الفيديو من على الموقع الرسمي للنادي الاهلي ووصول بعثة النادي الاهلي الى الكاميرون مرة تانية بإذن الله مباراة سانداونز والهلال السوداني تكون الطبيعية اللي يكسب يكسب واليخسر يخسر إحنا طبعا نتمنى فوز نادي السانداونز على نادي الهلال ولكن لكل حدث حديث لأن نتيجة طبيعية هي بين المفترض أن إحنا ننتظر ماذا سيحدث يوم الحد القادم بإذن الله إحنا كمان نقدر نفوز يوم الجمعة ويكون عندنا القدرة على الفوز على القطن الكاميروني القطن الكاميروني برضو لازم أقول لازم أقول أن القطن الكاميروني فتح الاستاذ للجماهير بالمجان وعايز أقول لحضراتكم أن هم رصدين مكافآت كبيرة للفوز على النادي الأهل عايز أقول لحضراتكم أن إدارة نادي القطن الكاميروني قبل مباراة الأهلي قالت للمدير الفني لنادي القطن الكاميروني أن أنت لو اتغلبت هذه المباراة أو اتعدلت هذه المباراة هتبقى برى الفرق اللي مالوش أمل في أي حاجة ما عنديش مشكلة طبعا لأنه النادي الأهلي دائما ما بيلعب في مثل هذه الظروف هو نادي القطن الكاميروني عنده على رأي جزيلا ما كان بيعملها سفر من النقاط صفر من النقاط لكن أوكي كله دلوقتي بيقول الاستاذ مجانا وحنعمل لكم حفلة الجمهور الكاميرون وراحوا هددوا المدرب الإدارة هددت المدرب وقالت له حم الشيك لو اتغلبت أو اتعدلت وحيعملوا مكافآت كبيرة جدا لللاعبين لكن أنا بوري حضرتك قد إن النادي الأهلي مهما كانت الظروف وما كانت الأمور يظل كبيرا وكل عايز يعني المكافأة بتاعتهم من هذه المجموعة إن هم عايزين يكسبوا النادي الأهلي لكن إحنا طول ما الأمل موجود إحنا متمسكين به وهي دي شخصية البطل وشخصية النادي الأهلي دايما النادي الأهلي بيكون قادر على العودة رغم صعوبة موقفه رغم صعوبة الموقف عموما الله يكون فعور الجميع خلال هذه الفترة ولكن التكاتف والوقفة اللي أنا شايفها من مبارح من جمهور النادي الأهلي العظيم الحقيقة اللي إحنا دايما بنتعلم منه في مثل هذه المواقف الصعبة كلها حاجات بتخلينا نبقى مبسوطين الحقيقة قد إيه بنمسك إدنا في إيد بعض كلنا دلوقتي اللي مختلف أو اللي بينتقد أو أي حاجة الناس كلها أنا شايفة على مواقع التواصل الاجتماعي خلاص الكل بيعمل حاجة واحدة فقط هي مسندة ودع الفريق